جملة مفاجآت حملتها الانتخابات النيابية في لبنان خالفت كل التوقعات والإحصاءات التي سوقت لنتائج مسبقة طيلة الأشهر الماضية حيث أفرزت النتائج خسارة ميليشيات حزب الله وحلفائه للأغلبية في البرلمان ما يعد صفعة قوية لميليشيات الحزب القابض على زمام السلطة في بلد تعصف فيه أزمة اقتصادية طاحنة منذ عامين تؤكد نتائج شبه النهائية للانتخابات أن ميليشيات حزب الله لم تفشل في الحصول على أكثر من عشرين مقعدا فقط لكنها فشلت أيضا في إصال حلفائها والقوى المقربة من النظام السوري اللبنانيون اختاروا في هذه الانتخابات كسر الحلقة التي أرستها ميليشيات حزب الله والتيار الوطني الحر وتغيير الطريقة التي تدار بها الأمور بل عاقب الأحزاب والميليشيات الحاكمة وانحازوا للتعبير عن رغبتهم في بداية حكم جديد أحزاب ومجموعات معارضة أفرزتها المظاهرات الشعبية حصدت مقاعد في دوائر عدة أبرزها في دائرة الجنوب الثالثة التي عادة ما تكون كلها من نصيب لائحة مشتركة بين ميليشيات حزب الله وحلفائه جمعيات حقوقية ولبنانية سجلت مخالفات وانتهاكات عديدة على سير العملية الانتخابية لكن مراقبون لا يرون العبرة في نتائج الانتخابات بل بما يجيء بعدها حيث تطرح علامات استفهام حول كيفية تعامل المنتخبين مع الاستحقاقات القادمة وما الذي سيستطيعون تغييره وإنجازه وهل سيتصدون لميليشيات الحزب لمنع تفخيخ المشهد وتفجيره ومحاولة استحضار سيناريوهات تصعيدية في بلد يعاني من أزمة اقتصادية وفقر في الموارد انتهت الانتخابات ولبنان أمام منعطف جديد ينتظر فيه الشعب اللبناني بفارغ الصبر تشكيلا سريعا لحكومة جامعة يمكنها إنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتسريع تنفيذ الأصلاحات اللازمة لوضع لبنان على طريق النهوض الاقتصادي ترجمة نانسي قنقر